اشتركوا في القناة رئيس الوزراء اليمنية بوفاة سعيد بن زايد بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دالن هيان رئيس الدولة حافظه الله برقية تعزية الاخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالصية عازية وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير السعود كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دالن مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبير عه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آلن هيانة نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقية تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين كما بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكم الإمارات وسمو أولياء العهود وأنواب الحكام برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيانة رئيس الدولة حفظه الله التعازي لليوم الثالث في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آلن هيانة رحمه الله من وفود الدول الشقيقة وصديقة والشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة فقد تقبل سمو التعازي من كل منه سمو شيخ أحمد نواف الأحمد الصباحة رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة ممثلا عن صاحب السمو أمير دولة الكويت ومعالي الشيخ أحمد فهد الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويت وفد المرافق وصاحب السمو الملكية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز السعود وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفدة المرافقة ومعالي نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الشقيق ومعالي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب وزير الشؤون الإسلامية مبعوث رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة كما قدم التعازي إلى سموه كل من معالي الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ومعالي دونيكا جيفرالا نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والمغتربين في كوسوفو والفريق أول عاصم منير قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية وعارب الجميع أن خلص التعازي والموسى إلى صاحب السمو رئيس الدولة وعموم آل انهيان الكرام في الفقيد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعيد بن زايد آل انهيان دعين الله عز وجل نتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان في مصابهم كما تقبل التعازي سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيره ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل انهيان وليه عهدي أبو ظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل انهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل انهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل انهيان وسمو الشيخ نائب حاكم إمارة أبو ظبي وسمو الشيخ أنهيان بن زايد رئيس مجلس يومنا مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ فلاح بن زايد ألنهيان وسمو الشيخ حامد بن زايد ألنهيان وسمو الشيخ ذياب بن زايد ألنهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد ألنهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد نائب رئيس مجلس يومنا مؤسسة زايد بن سلطان للعمل الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهممة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة مستشار وصاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل انهيانا ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل انهيانا مستشار شؤون الخاصة في ديوان الرياسة ومعالي الشيخ انهيان بن مبارك آل انهيانا وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيانا نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرياسة اليوم اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور معين عبد الملك رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الشقيقة عرب خلاله عن صادق تعازيه وموساته في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل انهيانا رحمه الله كما قدم معالي التعازي والموسى إلى عموم آل انهيانا الكرام في هذا المصاب سائلنا المولى عز وجل أن ينتغمد الفقيد بواسع رحمته وردوانه ويسكن فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان كما نقل معالي رئيس الوزراء اليمني خلال الاتصال إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله تعازي فخامة الدكتورة رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئيسي في اليمن وموساته إلى عموم آل انهيان في وفاة فقيدهم الشيخ سعيد بن زايد آل انهيان رحمه الله تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اتصالا هاتفيا من معالي رشيد ميردوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية ترك مانستان الصديقة قدم خلاله تعازيه وموساته في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل انهيان رحمه الله ونقل معاليه خلال الاتصال تعازي فخامة سيردار بردي محمدوف رئيسي ترك مانستان وموساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله وعمومي آل انهيان الكرام في فقيد الوطن الشيخ سعيد بن زايد آل انهيان داعيا المولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته وردوانه ويسكن فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان أدى صاحب السمو الشيخ السعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أدى اليوم صلاة الجنازة على جثماني سيف راشد حمر عين الذي وفته المنية الخميس الماضي في العاصمة البريطانية لندن وذلك في جامع الشيخ زايد بإمارة رأس الخيمة وتقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي جموع المشيعين حيث ورية جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الحديبة بالإمارة وعرب سموه عن خلص تعازيه وموساته إلى أسرتي وذوي الفقيد داعياً الله العلي القدير أن يتغمدوا بواسع رحمته وأن يسكنوا فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن إحصايات برنامج مكتب الأطباء الزائرين خلال عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 حيث تم استقطاب قرابة 456 طبيباً تقديم نحو 9132 استشارة طبية وإجرى نحو 1772 عملية جراحية ضمن 49 تخصصاً طبياً متنوعاً ويشكل برنامج لطباء الزائرين نقلة نوعية في مجال التبادل واكتساب الخبرات والتجارب وحرصت المؤسسة على استقطاب لطباء من المنشآت الصحية العالمية لتقديم أفضل الخبرات العلاجية في معظم التخصصات الطبية للمرضى وتحقيق أفضل الممارسات وأرقى معايير الجودة والتميز بالإضافة إلى تجنيب المرضى مشقة السفر إلى وجهات علاجية خارج الدولة 11 دقيقة بعد 9 مساء الساعة في أبوظبي أهلا بكم إلى علوم الدار التاسعة كان أبرز عنوينها هذا المساء رئيس الدولة ونائبا يعزونا خادما لحرمين الشريفين بوفاة الأمير تركي بن محمد ولتفاصيل أكثر أمكنكم مشاهدين متابعة علوم الدار في كل دار عبر منصات علوم الدار لتواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة شباب الإمارات وجدوا في مهرجاني ليوى فرصة للتعرف أكثر على مكانة النخلة وأنواع الرطب المختلفة فيما جاء عدد منهم للمنافسة بحصادهم حيث قدموا خلال أجواده أنواع الرطب من إنتاج هذا العام الزميل علي الكربي والتفاصيل النخلة هذه الشجرة المباركة التي كان لها منافع كبيرة لأجدادنا فمنها كان مأكلهم ومسكنهم ومعداتهم الأمر الذي جعلهم يولونها اهتماما خاصا كيف لا وهي رفقتهم على هذه الأرض واليوم أصبحنا نار اهتماما كبيرا من الشباب بهذه الشجرة المباركة خصوصا في المهرجانات التي تحتفي بالنخلة ومنها مهرجان ليوى للرطب والذي يشكل منصة تحتوي الشباب وتوجههم نحو أفضل الممارسات بالاهتمام بالنخلة وطرق تطوير زرعتها يشجع شبابنا حفاظ على ما كان يساتر هنا الأول من ناحية النخيل صفة عامة اليوم نشلمك وغيرهم الشباب اللي مهتمين في النخل وصلوا لمرحلة في أدق التفاصيل بما يخص النخل الشباب عندهم طاقة لما تنفذ هذه الطاقة في شيء مفيد منخلف علينا كشباب يمثل هويتنا الإماراتية شيء اهتم به وغرس بذرته أبونا زايد الله يرحمه ووزقى بذرته أبونا خليفة الله يرحمه وواصلوا مسيرة لعناي بهذه الثمرة سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد قالنا يرويش الدولة وأخوانه فنحن على البذرة هذه مهرجان ليوى للرطب يجمع الكبير والصغير على محبة النخلة خصوصا من يرتبطون بالنخلة ويدركون دورها الحيوي في مساندة أبناء الإمارات في الماضي والحاضر حيث يحظى المهرجان باهتماما كبيرا من عشاق النخيل وفيه شباب عندنا متطورين يروحون ويجبون النخلة من أي مكان الله يسلمك السبب الشيء الوعيد اللي خلانا نهتم في زراعة النخيل هو عاداتنا وتقاليدنا والشيبان عودونا على هذا الشيء أن نهتم ويد في زراعة النخيل وطبعا النخلة كثر ما أنك تعطيها بتعطيك فمن عاداتنا وتقاليدنا والنخلة مورثة علينا النخلة والاهتمام بها من التقاليد التي ورثناها أبن عن جد وكما أوصى بها الشيخ زايد بن سلطان أنهيان طيب الله ثراه منذ أكثر من نصف قرن حيث اهتمى بهذه الشجرة المباركة اهتماما كبيرا وساهم في الدعم اللامحدود على زراعتها وكان يوصينا جميعا بالاهتمام بها ومن وحاتلي والغناء إلى الإمارة الباسمة الشارقة حيث تستمر في مركز إكسبو الذيد فعالية النسخة السابعة من مهرجان الذيد للرطب الذي يشهد مشاركة الميات من مزارع النخل والنخيل على مستوى الدولة يشهد الحدث العديد من المسابقات الجاذبة والجوائز القيمة التي تصل إلى أكثر من مليون درهم توزع على 130 فائز يواصل مهرجان الذيد للرطب مسابقات موسمه السابع الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد لغاية الثلاثين من يوليو الجاري مسجلا تنافسا كبيرا بين المئات من ملاك النخيل والمزارعين مقدمين عروضا لأفضل أصناف الرطب والفواكه من الانتاج المحلي لإمارة الشارقة وغيرها من المناطق في هذا الحدث الذي بات يحتل منصة متميزة يحرص المزارعون على المشاركة فيها في كل عام في مثل هذا الوقت ينطلق مهرجان الذيد الذي يحظى أيضا بدعم سخي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله لكل ملاك النخيل في دولة الإمارات العربية المتحدة ويحظى بإقبال كبير من ملاك النخيل ومحبين هذه الشجرة المباركة نتشرف بحضورهم وتشريفهم لنا ويتضمن المهرجان مسابقات خصصة لها جوائز بقيمة تصل إلى أكثر من مليون درهم ستوزع على الفائزين ضمن فئات رئيسية وهي مسابقة مزاينة الرطب ومسابقة أكبر عذج ومسابقة الليمون ومسابقة التين الأحمر ومسابقة أجمل مخرافة رطب والمخصصة للنساء فقط وإحنا في المهرجان هذا الدورة السابعة نضمن كثير من الفعاليات من ضمنها مسابقة أكبر عذج وفاز فيها بحوالي 88 كيلو وعدنا مشاركات من الأسر المنتجة وبعض الشركات المنتجة للتومور والرطب في المنطقة هنا ومشاركة العديد من بلديات إمارة الشارجة مهرجان الذيد للرطب يعد من الفعاليات التراثية والاقتصادية المهمة على أجندة دولة الإمارات التي كان لها أثرا إيجابيا في تحسين جودة المنتج المحلي وتنوعه بفضل المسابقات التي يتم إطلاقها والفعاليات التراثية المصاحبة طبعا النخلة معروفة هي أم طلع كان الانتاج في السابق كل من النخلة بيوت من النخل فرش من النخلة فلذلك احنا هنا مهتمين بالحرفيين بالنسبة ليسوون الدعون وكذلك الحرفيات اللي يسفن الحصير والصرود وهذا الحدث بات تقليدا سنويا لأبناء المنطقة ومنصة ناجحة في الترويج لمدينة الذيد ومساهم رئيس في تعزيز مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة المهرجان ساهم على مدار دوراته المتتالية في نشر ثقافة الزراعة والمحافظة على الإرث الثقافي إضافة إلى تحقيق أهداف الأمن الغذائي والزراعة المستدامة لمركز أخبار قنوات أبوظبي ناصر الرميثي الذيد ولأن نذهب بكم إلى جولة إخبارية من كل دار تريدها لكم مختصرة زميلة هبا الساقري بدأت بلدية مدينة أبوظبي بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإنارة الذكية التي ستشمل مناطق البر الرئيسي وتتضمن استبدال أكثر من مائة وثلاثة وثلاثين ألف كشافا تقليديا بكشافات الإيدية الذكية الموفرة للطاقة وتأتي مشاريع الإنارة في إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأحدث تقنيات الإنارة الموفرة للطاقة وتجسيدا لمعايير التنمية المستدامة وحفظ وصون الموارد وتحقيق الأهداف البيئية المتمثلة في خفض الاستهلاك الكهربائي والحد من كمية الإنبعاثات الكربونية إلى جانب ترشيد عمليات الصيانة العامة وخفض استهلاك الكهرباء أعلن معرض أبوظاب الدولي للصيد والفروسي عن إطلاق مصابقة أجمل صورة فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل الزوار لفعاليات الحدث في دورته العشرين والذي ينظمها نادي صقارية الإمارات خلال الفترة من الثاني وحتى الثامن من سبتمبر القادم في مركز أبوظاب الوطني للمعارض وتتمثل أهداف المسابقة في توفير منصة لدعم واحتضان المبدعين في مجال التصوير الفوتوغرافي من مختلف الفئات وتحفيز واستقطاب الهوى والحرص على أن يشارك الزوار بصورهم التي يلتقطونها من داخل أهلا ومرحبا بكم إلى ما تبقى من علوم الدار التاسعة مباشرة من مركز الأخبار أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023 في شان تحديد الشروط الإضافية لصندق الاستثمار المؤهلة لأغرض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبية على الشركات والأعمال ويحدد القرار الشروط التي يجب على صندوق الاستثمار استفاؤها من أجل معاملته كصندق استثماري مؤهل ويعفائه من ضريبة الشركات ويعزز هذا القرار من متنة نظام ضريبة الشركات والمكانة التنافسية لدولة الإمارات كمركز للاستثمار كما أعلنت وزارة المالية اليوم عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادية رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية قانون الإجراءات الضريبية الجديدة حيث يلغي قرار مجلس الوزراء ويعوض لائحة التنفيذية الحالية المتعلقة بالإجراءات الضريبية لملاءمتها مع قانون الإجراءات الضريبية الجديد والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2023 بما في ذلك تحديث التعريفات والإجراءات والعمليات أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادية رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال قانون ضريبة الشركات حيث يحدد قرار مجلس الوزراء الغرامات الإدارية التي ستفرض على المخالفات المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من الأول من أغسطس 2023 أصدرت تولونا المزود العالمي لأبحاث السوق ورؤى المستهلكين والحلول التكنولوجية أحدث تقاريرها التي أظهرت أن رضى المستهلكين في دورة الإمارات العربية المتحدة يتجاوز المتوسط العالمي التقرير التالي والتفاصيل وسط إجواء الأمن والأمان والحياة الرغيدة التي توفرها مختلف إمارات الدولة كشف تقرير تولونا الفصلي لقياس اتجاهات المستهلكين أن المقيمين في الإمارات يظهرون رضا عاما أعلى تجاه حياتهم الحالية وتفاؤلا أكبر بشأن مستقبلهم بالمقارنة مع المتوسط العالمي في الدول الثانية حيث يشعر 59% من المقيمين بالرضى التام عن حياتهم في الإمارات متجاوزين المتوسط العالمي البالغ 47% كما يشعر المقيمين في الدولة بتفاؤل كبير في المستقبل بنسبة 65% وهي تفوق المتوسط العام لدى الدول الثانية بدورها أصدرت تولونا المزود العالمي لأبحاث السوق ورؤى المستهلكين والحلول التكنولوجية النسخة الثانية والعشرين من التقرير الفصلي لقياس تغير اتجاهات المستهلكين والذي يقدم مدخلاً مثيراً للاهتمام حول المشهد للسهلاكي المتغير في الشرق الأوسط وتناول التقرير الأخير آثار تكاليف المعيشة والسياق العالمي ومخاوف الاستدامة كما صلت الضوء على تأثيرها على عادات التسوق لدى المستهلكين وعلاقاتهم بالعلامات التجارية وكشفت نتائج التقرير أن نسبة كبيرة من المشاركين في الإمارات يعبرون عن تفضيلهم القوي للعلامات التجارية المخلصة والأصيلة والملتزمة بإفادة البيئة والمجتمع معاً كما صلت التقرير الضوء على أن رفض الاستثمار في منتج ما بسبب تأثيره الضار على الاستدامة هو موقف يتبناه 29% في الإمارات مقابل 22% على مستوى العالم إذ يتوقع المستهلكون في الشرق الأوسط أن تتماشى العلامات التجارية المستهلكة مع قيمهم وأن تظهر التزاماً حقيقياً بالاستدامة بشكل عام أما في الإمارات فيبحث المستهلكون عن منتجات لديها سياسات تفيد البيئة والمجتمع مع الحد من استخدام العبوات البلاستيكية والورقية ويشير التقرير أيضاً إلى أن الفاعلية من حيث التكلفة والاستدامة عاملان حاسمان للمستهلكين الأمر الذي يؤدي إلى مستوى عالم من التجارب مع العلامات التجارية والمنتجات الجديدة إذ أظهر المشاركون في الإمارات والسعودية معاً ميلاً كبيراً نحو تجربة علامات تجارية جديدة عبر فئات عمرية مختلفة بما في ذلك تجار التجزئة من المتاجر ومنصات عبر الإنترنت وشركات الأغذية والمشروبات ومنتجات التجميل والإلكترونيات والهواتف المحمولة وهو ما يبشر بالمزيد من الانتعاش لقطاع التجزئة في الدولة في الفترة القادمة قدمت لكم معلوم الدارة تاسعة مباشرة من مركز الأخبار شكراً لكم وإلى اللقاء شكراً لكم وإلى اللقاء شكراً لكم وإلى اللقاء